لكن خلوني أروح مع حضراتكم قبل ما نتكلم عن مباراة اليوم عايزين نتكلم عن المحفل العالمي اللي اسم الأهلي كان موجود فيه وهو قرعة كأس العالم اللندية بشكلها الجديد وبتواجد 32 فرق 32 فريق من الفرق العالمية سواء في أوروبا أو في أسيا أو في أفريقيا شفنا المحفل العالمي اسم النادي الأهلي من هنا عايز أقول بعض النقاط المهمة جدا وانت النهاردة كأهلاوي لازم تفتخر لازم تفتخر بناديك النادي الأهلي لازم تفتخر بتاريخ النادي الأهلي وبمستقبل وحضر النادي الأهلي اللي جاي دايما النادي الأهلي بيكتب تاريخ مش لنفسه بس لا دا الكرة المصرية شوف النهاردة بعض اللقاطات ولما اسم النادي الأهلي بيترفع وبيتقال النادي الأهلي المصري شعورك هنا ايه؟ طيب خلونا نشوف ونرجع نعقب ونعلق على الكلام المهم جدا اللي تقال في أرعة كاس العالم للأنت الله لي FC المقرارات المقرارات المترجمية Maxi en tus manos A3 There you go Al-Hali of Egypt who's in a historic club from Egypt they're dancing now in Cairo that they know that they will play and wait until they know who they play as A4 not only from Egypt but also from the continent of Africa you know they've been in the past 10 years dominated the the African football together with Widad Casablanca and the experience of Tunis and I think they will get a hard day chance to go through the second round because they're a very good team Al-Hali Ladsm I have on some important points and we're going to listen to the world and some of the of the مشاركات أندية كبيرة جدا في العالم وهو يتقل النادي الاهل المصري ده ياخدنا لنقطة مهمة جدا أي حد يطلع يقولك في محفل زي ده وفي قرعة زي دي وفي حدث مهم زي ده ويتقل أصلا مش أشجع النادي الاهلي أنا ما يهمنيش النادي الاهلي طب حضرتك انت رايح النهارده في استوديو أو في لقاء أو في برنامج بيكلم لها عن القرعة بدأ انت رايح وشعورك ده لازم النهارده وانا هنا بناشد يعني خلينا أقول بناشد الأستاذ اسامة الشيخ رئيس قنوات قن قنوات قن من القنوات المحترمة اللي لها مشاهدين اللي لها متابعيها وتاخد حدث كبير زي ده لما يجي عندك بعض المحللين عشان يطلعوا يتكلموا على النادي الأهلي بالصورة ده هل ده ينفع وإحنا النهارده في قناة عامة وفي حدث كبير والناس بتقول للأهل المصري لازم من هنا بناشد المسؤولين في قناة قن لازم يكون في وقفة النهارده وإحنا بنتكلم عن التعاصب الرياضي التعاصب الرياضي علشان نلغي من المدرج أو نلغي من على السوشيال ميديا لازم من هنا البداية بعض الناس اللي بتتكلم وبتكون مسؤولة عن الكلمة اللي يتطلعها النهارده لما بتطلع في الحدث وتتكلم حضرتك منظف بدلتك وكوي بدلتك ورايح في الحدث ده انت رايح علشان تتكلم بقيمة الأهلي فلازم تكون على قد الحدث النهارده عندنا لجنة ضبط الإعلام وإحنا بنقول عندنا صفحة جديدة للفترة اللي جاية بتتفتح في الإعلام الرياضي ضبط الإعلام الرياضي لجنة ضبط الإعلام الرياضي وإحنا بنتكلم النهارده ان كل واحد يكون مسؤول عن كلمته لازم كل واحد بيطلع يتكلم وبيناشد وبيحلل وبتكلم عن قيمة الأهلي والزمالك أنا مش أقول الأهلي بس الأهلي صاحب تاريخ كبير وأيضا نادي الزمالك فلازم اللي اتنين نكن لهم كلنا كل اللي احتراموا التأدير لو الزمالك موجود في مشهد زي ده أو محفل زي ده كلنا هنشيد بنادي الزمالك ونكون كلنا في ظهر نادي الزمالك يبقى من الأول لنهارده انتقاء الأشخاص اللي يطلعوا في حدث زي ده لازم أقف عند نقطة تانية وإحنا بعد ما تكلمنا عن الأهلي المصري عايز أتكلم عن نقطة تانية مهمة والناس بتقول النادي الأهلي نادي القرن الأفريقي مين اللي يصيغه ومين اللي بيكتب الكلام ده اللي بيصيغه وبيكتب الكلام ده هي لجنة الإعلام في الاتحاد الدولي هي اللي بتنطقي أو بتنقي المشاهد اللي بتظهر لكل نادي علشان لما بيتقدم النادي بتظهره اللقطات دي نادي الأهلي شفنا لقطاته في نهاية أفريق أمام الترجي ورمي ربيعة هدفه ومحمد الشناوي وكل الفريق وهو بيرفع كاس البطولة دي لقطات شوف التعقيب والتعليق والكلام اللي تقال النادي الأهلي القرن الأفريقي صاحب القرن الأفريقي النهاردة عدنا سنين و سنين بنتكلم السبعة ولا التسعة ودخلنا في جدل وجدال كبير جدا لكن شوف الاتحاد الدولي والمسؤولين في الفيفا وهم بيكتبوا وهم بيقولوا شهادة للتاريخ علشان حضرتك يا أهلاوي ما تدخلش بقى في الجدال ده انسى الكلام ده انت بتبص دايما للمستقبل بتبص للحاضر انت النهاردة وإحنا في القرن الجديد النادي الأهلي قدر أقولك هو بينافس على القرن الأفريقي الجديد النادي الأهلي بيكتب حاضر ومستقبل مش النادي بس لكرة المصرية شوف الكلام وهم بيقولوا النادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير في أفريقيا وأول نادي في أفريقيا وعنده 12 بطولة أفريقية شوفناه كلنا وتابعنا النادي الأهلي أمام نادي الوداد وكمان الترجم لازم تفتخر انت كأهلاوي بقيمة ناديك لازم تفتخر بالمسؤولين اللي دايما حرصين النادي الأهلي يكون موجودة على منصات التتويج وهفضل أقولها كابتن محمود الخطيب يوم ما ناوى الترشح لرئاسة النادي الأهلي في 2017 فاكر أول كلمة بيقولها للجمعية العمومية وهو بيقول لهم بعد غياب مطولة أفريقيا كل هدفنا وتركيزنا الفترة اللي جاية عايزين نرجع اسم النادي الأهلي انه يتسايد قارة أفريقيا ونشوف النادي الأهلي مرة أخرى الأكثر تتويجا والنادي الأهلي بينافس على المطلطة العالمية فعلا وكان ناس اشتغلت ناس أخلاصت ناس كانوا قدامها صعوبات وعقبات لكن مركزين بس مع النادي الأهلي مش مركزين مع حد تاني علشان كده لازم تفتخر باسم ناديك الأمر التالت بعد ما تم الإعلان عن القرعة وأسماء الأندية المشاركة مع النادي الأهلي قرعة النادي الأهلي أو مجموعة النادي الأهلي النادي الأهلي بل مراسل برازيلي بورتو البرتغالي وإنتر ميام الأمريكي بمجرد الإعلان عن أسماء الأندية بدأت الناس تقول قرعة النادي الأهلي أو مجموعة النادي الأهلي سهلة سهلة زي يا جماعة هو النادي الأهلي بلعب في الكونفدرالية استحالة ده بطولة عالمية والدليل على كده شوف بالمراسل برازيل الاهلي لعبوا مرتين قبل كده كسب في مونديال كاس العالم الأندية كان في قطر برقلات الترجيح لما تصدى محمد الشناوي لرقلات الترجيح وخدنا تالت العالم وارجع لكاس العالم الأندية اللي كان في الإمارات وكان المشهد يعني يخض بالنسبة لي لما دخلت نستاذ في الإمارات وشفت جماهير بالمراس هم فاكرين الاهلي كسبهم في قطر فكم كبير جدا من جماهيرهم لدرجة الإستاذ كان كله لون أخضر أنه كان حجز استيستموتها في قطر العالم الأندية يتيح لبقى المراسل أنه يحجز التذاكر قبل جماهير النادي الأهلي اللي احنا عارفينها موجودة في كل مكان برغم طول المسافة ما بين البرازيل وما بين الإمارات لكن انت بتتكلم عن نادي كبير ليه شعبية كبيرة في البرازيل والقيمة التسويقية لبقى المراسل البرازيلي كام 209 مليون يورو اسمعوا الأرقام دي أرقام تخض النهاردة بتتكلم عن بورتو البرتغالي القيمة التسويقية ليه 351 مليون يورو انتر ميامي اللي جاء في الترتيب الرابع 95 مليون يورو النادي الأهلي 30.8 مليون يورو بتتكلم على مجموعة سهلة سهلة ازاي ازاي سهلة وانت بتتكلم في قيمة التسويقية الأندية عالمية بتتكلم انت اول ضربة البداية وطبعا ده حدث كبير جدا للنادي الأهلي تسوقيا وتاريخيا وكل حاجة لكن انت بتلاعب ميسي ورفاق ونجوم العالم بتتكلم انت بتلاعب لعبة برشلونة يعني فريق كبير فالنهاردة كاس العالم الأندية واحنا بنتكلم لا مفيش نادي صغير كل الأندية كبيرة كل المباريات مهمة لكن عايزة اطمن جمهور النادي الأهلي بمجرد الاعلان عن قرعة كاس العالم الأندية بدأت الناس وده تخوف او خوف طبيعي وخوف محمود على فرقتهم وعلى النادي الأهلي بدأت الناس تتكلم عن التدعيمات انا بطمن حضراتكم من هنا من قناة النادي الأهلي بإذن الله ومشيئة الله هيكون فيه تدعيمات قوية للنادي الأهلي علشان الحدث المهم هو كاس العالم الأندية دي من أولويات الأمور الموجودة على ترابيزة لجنة التخطيط وبكابت محمود الخطيب شخصيا هيكون بإذن الله ومشيئة الله فيه تدعيمات قوية وتليق بإسم النادي الأهلي وبالحدث اللي هيكون موجود فيه النادي الأهلي وهو كاس العالم الأندية بنسخته الجديدة في أمريكا إن شاء الله في عشرين وخمسة وعشرين لكن من هنا للحدث يستوجب علينا كلنا كأهلوية احنا عندنا فترة مهمة جدا الفترة دي والبداية النهاردة مباراة أورلاندو مباراة مهمة جدا مباراة صعبة جدا هتلاعب النهاردة فريق شارس على ملعبه وسط جماهيره عندنا بطولة الانتركنتينتل عندنا يوم 14 وبإذن الله ماشية الله يوم 18 هيكون أمام ريال مدريد عندنا مبارايات مهمة في الدوري ده كله والناس بدأت تتكلم بعد القرعة طب نمشي فلان ونقعد فلان ونجيب فلان لا فترة دي يا أهلوية يا دايما المساندين لفرقتكم وناديكم وإدارتكم الفترة دي تستوجب علينا كلنا إن احنا نقفل الفترة دي نتكلم في مساندة الفريق في المباراة المهمة دعم اللعبة كلها لموجودة ولما ييجي يناير إن شاء الله يكون لي وقت الكلام ووقت الصفقات وعندنا مجال تاني شهر ستة بإذن الله استستم فترة ستسناية وقتها هيتم فتح القيد وقتها لكأس العالم للأندية وإن شاء الله الناد الأهلي عنده فترتين يقدر يدعم ويقدر يوقف على رجله ويقدر يكون عنده فريق يليق بهذا الحدث لكن خلونا نروح معاكم لاستعراض مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية المواعيد تم الإعلان عنها النهاردة الساعة عشر صباحا بشكل رسمي المواعيد قدامنا الأهلي وإنتر ميامي هتكون مباراة الافتتاح هتكون يوم خمستاشر يونيو الساعة عربعة صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب هارد روك في ميامي يعني المباراة الأولى هتكون في ميامي على ملعب هارد روك هتكون يوم خمستاشر يونيو الفجر الساعة أربعة صباحا المباراة التانية هتكون أمام بالمراس البرازيلي هتكون في ميت لايف في نيوجيرسي دي هتكون يوم تسعتاشر يونيو عشرين خمسة وعشرين تمانية مساء بتوقيت القاهرة المباراة التالتة هتكون أمام بورتو المرتغالي أيضا عن نفس الملعب ميت لايف في نيوجيرسي والملعب ده بالمناسبة هيستضيف نهائي كأس العالم الملندية وهيستضيف نهاية كأس العالم للرجال في كأس العالم بطولة عشرين ستة وعشرين المباراة التالتة هتكون أمام بورتو المرتغالي تلاتة وعشرين يونيو عشرين خمسة وعشرين هيكون خمسة صباحا بتوقيت القاهرة يعني هنرجع تاني بقى فاكرين كأس العالم الأهلي في اليابان فاكرين المشهد الحلو والقاهوة تبدأ تفتح بالفجر والكافهات وكل الشعب الأهلاوي والشعب المصري كله ملتفح والنادي المشهد الحلو ده ان شاء الله بإذن الله هيرجع مرة تانية لكن الفترة دي فترة أهلوية كلها فترة دعم ومساندة وكلنا التفاف حوالين فرقتنا بدأ من بوراة النهار ده من بوراة الانتر كونتين اللي هتكون مهمة جدا للنادي الأهلي وهمية الحدث كمان لها ترأس بعثة النادي الأهلي في كاس الانتر كونتين انتل هيكون الكابتن محمود الخطيب وبإذن الله كل التوفيق اللاعب النادي الأهلي خلال فترة القادمة